نبدأ نشرتنا اليوم الثراثة حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه الليلة الماضية معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي وزير الخارجية التونسي العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما وتلبي تطلعتهما نحو المستقبل كما اطلع بعالي نبيل عمار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه خلال اللقاء على تطورات المسار السياسي والمستجدات على الساحة التونسية حضر اللقاء اسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي واسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين